اشتركوا في القناة كان يستشير المهاجرين والانصار ويستشير ذوي الرأي وكان يهتم بذوي الاختصاص ويولي من كان اكفأ للعمل الذي يولى فيه ولم يشترط في ذلك الاقدمية والاسبقية في الصحبة ثم بعده عندما مرضى رشح للناس عمر من الخطأ وليس هذا الترشيح موجبا لبيعة عمر ولا لانعقاد الامارة له بل انما هو ترشيح فقط فبايع الناس عمر من الخطاب في المسجد واجتمع على بيعته المهاجرون والانصار لم يخالف احدهم فيها وحمد الناس غب ذلك فقد انعقدت له البيعة وبيعة الناس في المسجد عرضا من غير اكراه وليس وريثا لابي بكر ولا من اسرته ولا من بطنه من قريش كما ان ابا بكر ليس وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا من بطنه من قريش وابو بكر من بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي وبعد ان بايعه الناس خالف بعض الترتيبات التي كان يفعلها ابو بكر الصديق فكان هو يختار الافضل والاقدم في الصحبة ورأى ذلك رأيا خالف فيه ابو بكر الصديق ثم رجع عن رأيه في وسط خلافته ورأى ان الاكفاء افضل وكان يقول اللهم اليك اشكو جلد الفاجر وعجز الثقة واتفق الناس عليه عشر سنين وزيادة ثم استشهد رضي الله عنه وعندما طعن رشح للمسلمين ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راضي وكلهم من السابقين الاولين من المهاجرين وكلهم شهد بايع تحت الشجرة او شهد بدرا الا عثمان رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قسم له في غنيمة بدر لانه كلفه بمهمة في وقت الغزوة وكذلك في وقت البيعة كانت البيعة بسبب عثمان فبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال هذه عن عثمان فكانوا من السابقين الاولين وهم ستة فتنازل ثلاثة منهم لثلاثة تنازل الزبير بن العوام لعلي بن ابي طالب فتنازل طلحة بن عبيد الله لعثمان بن عفان وتنازل سعد بن ابي وقاص لعبد الرحمن بن عوف فانحصر الامر في ثلاثة وهم عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان فتنازل عبد الرحمن لعلي وعثمان بشرط ان يكون له هو الاختيار والترتيب فعبد الرحمن لم يكن لديه سجلات لاحصاء المسلمين ولم يكن لديه وسائل الاتصال ليتصل بأهل الشام وأهل العراق وأهل مصر وأهل اليمن وأهل مكة وأهل الطائف وغيرهم إنما كان يستطيع الاتصال بأهل المدينة فاتصل بأهل المدينة وبأمراء الاجناد الذين حجوا مع عمراء وكانوا في عساكرهم قرب المدينة ومكث ثلاثة ليال يشاور الناس ولم يترك أحدا إلا استشاره بحسب قدرته واستطاعته فوجد أن أغلب الناس لا يعدلوا عن عثمان فاختار عثمان وقدمه وبهذا انعقدت البيعة للرجلين معا لعثمان ولعلي لعثمان أولا ثم لعلي بعده ليس ذلك عن إكراه ولا عدم مشورة بل كان عن اختيار ومشورة لكل المسلمين ومن لم يحضر لم ينكر فقد بلغ الأمر إلى أهل مكة وأهل اليمن وأهل الأمصار فرضوا شميعا ولم يختلفوا على عثمان مدة ست سنين فحمد الناس غب ذلك واتساعت الرقعة وكثرت المتوحات وسار على نهج أبي بكرم وعمر وسنتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى ما حصل بعد ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة